تعقد قمة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاق باريس الدولية للمناخ يوم السبت وستقدم دول المشاركة أهدافا جديدة بناء على الركائز الثلاثة للاتفاق وهي التخفيف والتكيف والالتزامات المالية وقد ارتفعت انبعاثات الغازات الدفئة السنوية إلى مستوى قياسي جديد عام 2019 كما تتزايد أثر ذلك وستقدم 76 دولة في القمة خططية أفضل واستراتيجيات طويلة الأمد للتخلص من الكربون كما سيلقي الرئيس الصيني سي جينبين خطابا عبر الفيديو في القمة هذا وقد أعلنت الصين في وقت سابق أنها تهدف للتخلص النهائي من الكربون بحلول عام 2060